قال حدثنا أبو النضر حدثنا الحكم بن فضيل حدثنا يعلى بن عطاء عن عبيد بن جبير عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أهل البطيع فصل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث مرات فلما كانت ليلة الثانية قال يا أبا مويهبة أسرج لدابتي قال فركب فمشيت حتى أنتهى إليهم فنازل عن دابته وأمسكت الدابة ووقف عليهم أو قال قام عليهم فقال ليهنيكم ما أنتم فيه مما فيه الناس أتت الفتن كقطع الليل يركب بعضها بعضا الآخرة أشد من الأولى فليهنيكم ما أنتم فيه ثم رجع فقال يا أبا مويهبة مويهبة إني أعطيت أو قال خيرت مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعض الجنة أو لقاء ربي فقلت بأبي وأمي رسول الله فأخبرني قال لأن ترد عقبها ما شاء الله فاخترت لقاء ربي عز وجل فما لبث بعد ذلك إلا سبعا أو ثمانيا حتى قبض صلى الله عليه وسلم وقال أبو النظري مرة ترد على عقبيها قال حدثني عقوب قال حدثني أبي قال عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عمر العبلي قال حدثني عبيد بن جبير مولى الحكمي بن أبي العاصي عن عبد الله بن عمر وعن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البطيع فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهنلاكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس لو تعلمون ما نجاكم الله منه أقبلت الفيتن كقطع الليل المظلمي يتبع أولها آخرها الآخرة شر شر من الأول قال ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة إني قد أتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخد فيها ثم الجنة وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل الجنة قال قلت بأبي وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخد فيها ثم الجنة قال لا والله يا أبا مويهبة لقد أخترت لقاء ربي عز وجل الجنة ثم استغفر لأهل البطيع ثم انصرف فبدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قضاه الله عز وجل فيه حين أصبح قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن راشد بن حبيش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة ابن الصامت يعوده في مرضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعلمون من اشهدوا من امتي فارم القوم فقال عبادة ساندون فاسندوه فقال يا رسول الله الصابر المحتسب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شهاداء امتي اذل قليل القتل في سبيل الله عز وجل شهادة والطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن شهادة والنفساء يجرها ولادها بسرره الى الجنة قال وزاد فيها ابو العوام سادن بيت المقدس والحرق والسيل حدثنا عبدالصمد حدثنا همام حدثنا قتادته قتادته عن صاحب له عن راشد بن حبيش عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه يعوده في مرضه فذكر الحديث